عزيزة مشاهدين أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في برنامجنا حياة المسيح اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بنيافة الأنبى ماكسيموس أهلا بحضرتك نيافة الأنبى أهلا بيك يا دكتور وأهلا بكل المتابعين أهلا بكم جميعا موضوعنا في حلقة الليلة هيكون حول ما جئتوا لأنقذ بل لأكمل فضلا نيافة الأنبى حلقتنا أو الجزء اللي حندرسه النهاردة جزء مهم جدا لأنه هو المفاصل الانتقالية بين العهد القديم والعهد الجديد اللي حصل في التاريخ يا دكتور هو أن الكنيسة المسيحية أخدت العهد القديم كما هو عند اليهود لم يعني تحدث أي تغيير تعديل تقديم تأخير أي شيء أخدته كما هو على اعتبار أن هذا هو العهد الذي أعطي أولا وسابقا للشعب القديم وهي اللي أطلقت عليه كلمة العهد القديم هو كان اسمه الكتاب اللي طبعا أضيفت إليها كلمة المقدس في التعريف المسيحي لكن هو كان اسمه الكتاب من المهم أن الناس تفهم أن العهد القديم أو الكتاب المقدس في العهد القديم كان مقسما إلى الأجزاء الرئيسية التالية الجزء الأول وهو التوراة والتوراة هي الكلمة العبرية النوراة على ما وصلت لنا بقت التوراة وهم أصفار موسى الخامسة اللي هم خمسة أصفار الأولين اللي هم التكوين والخروج واللويين والتسنية والعدد وبعد التوراة عندنا الأصفار التاريخية اللي بتبتدي من سفر يشوع وبتصل بنا إلى آخر ما ورث لنا من تاريخ اليهود وهو في الحقيقة في الطبعة المتاحة في أيدينا كان فيه مشكلة يهودية إن الأصفار التاريخية وغير التاريخية التي كتبت لاحقا باللغة اليونانية وليس بالعبرية اليهود الأورتودوكس لم يعتمدوها عشان كده توقفت عند هذه الملحوظة إن مش عارف أقول لأصفار التاريخية تنتهي بإيه لأنه هي بتنتهي بتاريخ المكابيين أولاد يهوزة المكابي وما قابوا به بينما هذه الأصفار غير موجودة في ما برس عن اليهود الأورتودوكس ما علينا الذي علينا الآن هو أن هذه الأصفار هي أصفار تاريخية بتحكي تاريخ اليهود كما هو بحلوه ومره بما فعله ملوك أشرار وملوك صالحين بما تكلم به هؤلاء الصالحين من كلام صالح ومن إلهامات مقدسة وبما نطق به هؤلاء الأشرار من كلام شرير وكلام غير مقدس هذا تاريخ وأنا باتك على الملحوظة دي لأنه يخطئ من يقتبس من هذه الأصفار التاريخية عبارات ويقول هذا هو المكتوب في الكتاب المقدس فعشان كده بشرح هذا التحليل المهم جدا أن هذه هي الأصفار التاريخية اللي بتحكي تاريخ اليهود يعني خذ على سبيل المثال هناك سفر اسمه نشيد الأنشاد وسفر نشيد الأنشاد هو واحد من الموروسات العبرية اللي كانوا البنات يتغنون به في موسم الحصاد اللي هو موسم الزواج وهو نوع من التعبير عن القيمة الغالية والعالية والمهمة في التراث اليهودي للزواج وتكوين الأسرة وما إليه ومن ثم اللي بيقرأ سفر نشيد الأنشاد بيلاقي فيه تعبيرات تخص موضوع الزواج نعم والنهاردة الذين يقرؤون بعيون نقدية يقولك عندكم في الإنجيل بتاعكم لا مش في الإنجيل ده مش الإنجيل الإنجيل بيبتدي من إنجيل متة اللي احنا بندرسه دلوقتي لكن ده تراث العهد القديم موروسات العهد القديم سواء بنتكلم عن أسفار التاريخية التاريخ بحلوه وشريه بأخطائه ومصائبه وإنجازاته أو بنتكلم عن الموروس الشعري دي اسمها الأسفار الشعرية اللي هي سفر أيوب وسفر المزامير والأمثال والحكمة ونشيد الأنشاد هذه كانت قصائد شعرية ومن ثم فمثلا سفر أيوب ده قصيدة شعرية لما تقرأ في العبري تلاقيه قصيدة شعرية مقفاة على الوزن أبيات شعرية وهي تحكي بطريقة رمزية وبطريقة شعرية قصة أيوب النهاردة اللي يجرأ يقرأ قصة أيوب يلاقيه بيقول إن الشيطان دخل في محضر الملائكة وتكلم مع الله مفيش كلام من ده هذا هذا تعبير شعري عن إن إبليس بيشتكي على الإنسان ومن ثم لأن الناس ما درستش والذين قاموا بمهمة الوعظ والتعليم مش متخرجين من كليات لهوت واللي دخلوا كليات لهوت دخلوا دراسات مسائية واللي يعني مستوى الدراسة حتى فيه كليات لهوت غير متعمق فالناس ما درستش ومسكت الكتاب مؤدس وطلعت توز وبتقول لك كلام ربنا كلام الكتاب مؤدس من غير ما يدرى مثلا الكلام اللي أنا أقولته إن هذي قصائد شعرية فبتعبر عن فكرة ما بطريقة شعرية ما ينفعش إنك تيجي النهاردة في العهد الجديد وتقول ده كلام ربنا في العهد القديم سفر أيوب يقول الشيطان دخل اتكلم مع الله فلابد من هذا الوعي عشان يفهم كيف يقرأ العهد القديم فالجزء التاريخي ده اللي هو كتب اسمه الكتبيم وكلمة اليهو الميم هي أداة الجمع في العبري زي الواو والنوم في العربي وننتقل من من هذا الجزء إلى النبييم اللي هو الأنبياء والموضوع يختلف بقى لما نتكلم نتنقل من الكتبيم إلى النبييم ليه بقى لأنه النبوة دي نبوة لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان لكن تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس فبكل يعني بساطة وعدم وعي يجي المؤمنين في الكنيسة في العهد الجديد ويقول لك لم تأتي نبوة قط تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس وينسب هذه العبارات إلى الكتبيم هي ما بتنطبئش على الكتبيم هي بتنطبئ على النبيين على نبوات الأنبياء لأنه هي دي اللي اللي هي وحي لهؤلاء الناس ما ينفعش إنه يأخذ ما يقال على الأنبياء وينسب لما هو الأسفار التاريخية اللي كما ذكرت الآن هي تاريخ بحلوه ومره هو تاريخ الأمة اليهودية المقدمة دي مهمة جدا يا دكتور لأنه هنا العهد الجديد قال إيه الرسول بطرس بحصر اللفظ قال وعندنا الكلمة النبوية ما قال شي ما جابش سيرة الكتبيم وعندنا الكلمة النبوية التي تفعلون حسنا إذا ما انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم فهو عرف هنا النبوات أنها سراج منير ولما جاي قارنها بوحي العهد الجديد قال ينفجر النهار يطلع كوكب الصبح فهي إذن وحي وهي إذن نور ولكن كيف ينبغي أن نقارن ونفهم المقارنة بين نور القديم سراج ونور الجديد بالمقارنة معه كوكب الصبح ومن هنا ده يأخذنا هذا الشرح والتحليل يأخذنا إلى عبارة المسيح له المجد ما جئت لأنقض بل لأكمل إذن إذن ليس الموضوع هو إلغاء ليس إلغاء اللي تقال ليس ليس إرسالية المسيح أن يلغي ما بدأ به ولكن إرسالية المسيح وكلامه الواضح أنه ما بدأ به يحتاج إلى التكميل مش كده وبس شوف بقى العبارات بقى اللي الرب قالها هنا عشان المسيحيين الذين يقرؤون العهد الأديم كأنه متساوي مع الجديد يفهمه المقارنة اللي المسيح نفسه اللي المجد عقدها شكلها إيه فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات وهنا نجيب على السؤال الأول ما هو بر الكتب والفرسيين بر الكتب والفرسيين هو حفظ النموس وده بشهادة الإنجيل نفسه لما تكلم على ألي صباط وعلى زكريا الكاهن وكان كلاهما برين وسالكين في أحكام الله بلالوم يبقى تعريف البر في العهد الأديم هو أنهم سالكين في أحكام الرب بلالوم يبقى بر العهد الأديم هو حفظ وصايا العهد الأديم حفظ الشريعة برضو كان ينبغي أن ألفة النظر لكلمة الناموس أن الناموس دي كلمة يونانية لم تترجم وتمطق باليونانية نيموس ونيموس معناها الشريعة أو القانون فإذا لما يقول الناموس يبقى هو بيكلم عن الشريعة التي أعطيت بيد موسى فالمسيح بيقول لتلاميذه لو البر بتاعكم كان مساويا لبر الكتب الفرسيين اللي هو بر الأديم العهد الأديم اللي هو حفظ وصايا العهد الأديم وصايا الشريعة لن تدخلوا ملكوت السماوات ليه بقى ليه بقى الذي يحفظ الشريعة و ملكوت السماوات بتاعته بتاعت المسيح احنا منتكلم على ملكوت المسيح بقى ملكوته ليه ليه الذي يحفظ أحكام الشريعة هو غير مستحق لملكوت السماوات اللي هي بتاعت المسيح المسيح جاي يقدمها البشرية لأن المقياس بتاع البر في الأديم اختلف عن مقياس البر في الجديد البر في العهد الأديم مقياس وحفظ الشريعة المال البر في العهد الجديد هو المسيح نفسه يبقى مقياس البر في العهد الجديد هو أن نتشبه بالمسيح وعشان نوضح الفرق ده الكلام اللي جاي هيوضح ولكنه سيحتاج إلى درس آخر للخوض فيه تفاصيله لكن نأخذ العنوين الفرق بين بر الأديم وبر الجديد بيتجلى فيه العبارات التالية بعد هذا اللي هي ناخد منها مثال من نظر قيل القدماء أي في القديم لا تزني ومن ثم ومن ثم فهنا بر العهد القديم أن الإنسان لم يقترف الزن لغاية كده هو بر في العهد الأديم لكن المقياس بتاع العهد الجديد أنه يتشبه بالمسيح بيقوله إيه بقى بيقوله المقياس أن من نظر ليشتهي فقد زنى يبقى التشبه بالمسيح معناه أنك أنت من الداخل من القلب من الفكر تكون متشبها به فالبر بتاع العهد الجديد أن تكون متشبه بالمسيح كالمسيح من داخلك ومن خارجك لكن البر بتاع العهد الأديم توقف عند حد أن لا تقترف الزن ففي العهد الأديم بناء على بر العهد الأديم هذا الرجل لم يقترف الزنى طول حياته فهو بار ناجح 100% وعلى الرغم من أنه لم يقترف الزنى في حياته إلا أنه ليله ونهاره أفكاره مليانة من الاشتهاء لمليانة من النجاسة مليانة من روح الزنى في روحه وعقله وقلبه وجسده بس ما اقترفش الزنى بمعيار ومقياس البر اللي هو المسيح بتاع العهد الجديد يبقى راسب بدرجة 100% لأنه ليس الأمر بالنسبة للجديد أنت شكلك إيه من برة وإنت عملت وما عملتش ولكن مقياس العهد الجديد أن تكون هكذا في أعماقك الداخلية قلبك وروحك وعقلك ونفسك وده بقى ينطبق على كل شيء لأنه في القديم قيل لا تقتل فالذي لم يقتل هو يعني 100% ناجح لم يقتل ولكن هذا الذي لم يقتل وناجح بحسب بر العهد القديم لما يروح لبر العهد الجديد يسألوا بر العهد الجديد هل أنت من داخلك كانت أفكارك مشحونة بالقتل مع أنت ما قتلتش بإيدك لأن القانون بيعاقب على القتل لكن أنت من جوة اشتهيت قتله وأبغطه إلى حد القتل ليس معنى هذا أن أنت ما قتلتوش أنت بتقتله في قلبك كل يوم أنت بتقتله في العبارات اللي بتشوهوا بيها عند زويه كل يوم أنت بتقتله في في أكل عيشه باللي أنت بتعمله ضده كل يوم فأنت تقتله حسيا وماديا وقلبيا وفكريا ومعنويا كل يوم في داخلك ومن ثم بمعيار العهد الجديد أنت قاتل لا ده الإنجيل قالها بصراحة كده يعني قالها بحصر اللفظ من يبغض أخاه فهو قاتل نفس معيار مختلفة أن الذي يبغض في العهد الجديد يساوي أنه قاتل ما هو هو القتل في داخله منعه عنه القانون ولكنه يحمل القتل ويحمل الاشتهاء ويحمل الكراهية كل المعطيات ومن هنا فنقطة التحول الجوهرية في بين العهدين تبتدأ من هذه العبارة اللي اللي مش هيفهمها مش هيفهم المسيحية ومش هيفهم الحياة مع المسيح ومش هيفهم معنى العهد الجديد يعني أقدر ألخص كلامي في نقطتين علشان خاطر يعني أتيح الأسئلة لمن يريد النقطة الأولانية أن الكتاب المقدس مقسم إلى أجزاء وأنه لما قال أنه أهلا تكلم أناس الله قديسين مسوقين بروح قدس كان بيتكلم على النبوات لم تأتي نبوة تقول لي طب ما التوراه أعطيت لموسى بترتيب ملائكة نعم أعطيت لموسى بترتيب ملائكة وقال أن الشريعة لا تنقض وحتى يأتي يتم كل شيء نعم ولكن هذا الذي بني هو محتاج إلى التكميل يبقى ينقص على الكمال مساء الوضحة فهكذا ينبغي أن يفهم أن ما أعطي في القديم كان هو السراج إلى جوار الجديد هو الشمس والجزء الثاني أن بر العهد القديم كان محصور في الأفعال الظاهرة وأما بر العهد الجديد فهو نابع من الخبرة الباطنية قلبا وروحا ونفسا وفكرا ونكتفي بهذه المقدمة النهاردة أسبوع جاي نكمل في تفاصيلها عشان أعطي فرصة للسائلين شكرا نافة الأنباء والموضوع الحقيقة مطلوب جدا للفهم لأنه مناطق كتيرة فيها التباس لأنه ده مستوى آخر من التعليم أنا بشوف أنه في مناطق كتيرة جدا في مجتمعاتنا نقصها هذا الفهم وهذا التحديد الحقيقة لأنه عامل التباس كبير جدا وهو درس أيضا مهم لكل الباحثين في علوم مقارنة الأديان علشان يقدروا يزيلوا الالتباسات الواقعة ما بين الفهم العهد القديم والإنجيل قبل ما أدخل بس مع حضرتك في الأسئلة اللي معنا واللي جاية من السادة المشاهدين يعني علشان لفظة كلمة تاريخ يعني عايزين نقب بس إيه اللي كان حضرتك بتقصده بأن الأسفار اللي موجودة في العهد القديم هي ليست إلا تاريخ فقط بمعنى إيه وضحت لنا بس حت اللي سمحت بقصد الأسفار التاريخية يا دكتور اللي هي بتبتدي بتبتدي من من يشوع وتصل بنا إلى سفر نحمية وأستير في العهد القديم اللي هي مشيت من يشوع والقضاء وصمويل أول وصمويل التاني وأخبار الملوك الأول أخبار الملوك التاني إلى آخره لغاية ما نوصل إلى سفر أستير وهذه الأسفار اللي بتروي تاريخ تاريخ الشعب اليهودي في مراحل متعددة ومواقف متعددة أنا أصب بكلمة تاريخ حضرتك يعني هل نتعامل معها على النص التاريخي فقط أم نص ديني تاريخي الأسفار التاريخية هي نص تاريخي بامتياز مئة بالمئة وإن كانت تحتوي في داخلها عبارات نطقت بالروح القدس من أنبياء أو من ملائكة أو ما شابه ذلك فهذا لا يمنع أنبيها هذا المحتوى الديني ولكنها في مبملها هي أصفار تاريخية هو اسمها كده في دراسة الكتاب المقدس اسمها الأصفار التاريخية هذا ليس ابتكار من عندي ولا تصنيف من عندي بنتعامل مع النص التاريخي يعني بننزع منه القدسية وبنتعامل معه بأنه حدث تاريخي مجرد يستطيع أن نحن نقف قدامه ننقضه نختلف معاه نرفضه هل ده ينطبق برضه على الأصفار فيما عدا النصوص المقدسة التي بداخله المنسوبة إلى الوحي أو إلى ملائكة أو إلى أقوال الله بشكل أو بآخر نعم حبدأ مع حضرتك من أحد المشاهدين لنا بعد سؤال بيقول هل يضع المسيح له كل المجد إلى كمال الإنسان إذا كان الجواب بنعم فكيف يحدث ذلك هذا سؤال جيد جدا والإنجيل قال بصراحة كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل ده 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 المسيح نفسه اللي قال العبارة وحنجلها في الدراسة بتاعتنا فالإجابة نعم المسيح يدعو إلى كمال الإنسانية والإنسان الكامل هو المسيح نفسه اللي فيه الطبيعة الإنسانية المخلوقة التي تشبهنا في كل شيء ما أخذها خطية وفيه الطبيعة الإلهية المتجسدة أيضا في شخص واحد فهو نموذج الإنسان الكامل ده الجزء الأول من السؤال الجزء التاني كيف يكون هذا يكون هذا بواسطة وبسبب ومن خلال قبول الروح القدس والعمل الفائق اللي بيجريه الروح القدس في الكيان الإنساني طبعا مرتبط باستجابة الإنسان بحرياته بالطاع لما يجريه الروح القدس ولكن نفترض إن 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 الإنسان اللي بنتكلم عليه هو أمين في الطاعة وموظف حريته لمشيئة الله فمثل هذا الإنسان ينجح الروح القدس في أن يغيره إلى تلك الصورة عينها ليه صورة المسيح يعني خلينا أسأل السؤال بشكل آخر ونقول إن كان هذا السؤال صح أو خطأ لأن المسيحية هي اتحاد بالمسيح ومش ينفع الإنسان الغير كامل يتحت بيه الإنسان الكامل مصبوط كده هو عملية بقى تحويل الإنسان من حالة عدم الكمال وواقعية ضعفه الطبيعي إلى حالة الكمال هذا تحول يجري الروح القدس في الكيان البشري من خلال عمله في الفكر والقلب والزهن والجسد وكل الكيان مع استجابة الإنسان بالتفاعل مع عمل روح قدس بالطاعة على أن يكون هذا بحرية كاملة يعني ما يكفيش لحضرتك أنك تكون مسيحي وتعمدته إلى آخر وتروح تصلي وتروح الكنيسة وتحضر اجتماعاتك وقدساتك هذا ليس كافيا المثل الشعبي اللي بنقوله في مصر يا دكتور بيقول المية تكذب الغطاص صدق دي إذا كان المسيح سكن فيك يبان عليك يبان على حياتك وعلى كلامك وعلى سلوكك وعلى أفعالك وعلى القوة الروحية اللي كانت بتخرج من المسيح أنها تكون بتخرج منك نعم هل انتقل بقى معنا عدد من الأسئلة لحضرتك هنا أول سؤال بيقول هل المسيح له كل المجد هو الذي أعلن الشريعة وأزاعها من فوق جبل سيناء من وسط الرعد والنار هذا سؤال جيد جدا يا دكتور وأنا حب برضو أن أعطي عنه إجابة لهوتية دقيقة عشان ناس تعي الحقائق المسيح قال بصريح وكامل العبارة لليهود أن أنكم لم تروا هيئة الآب ولا سمعتم صوته يعني بمنتهى البساطة والوضوح زي ما الإنجيل قال أن الله لم يره أحد قط يضاف إليها من خلال هذه العبارة ولم يسمع صوته أحد قط وعليه يعني السؤال بطريقة واضحة وجسورة يعني هل موسى لم يتكلم مع الله ولم يسمع صوته قط الإجابة النعم بشهادة العهد الجديد بيقول أنه أعطي النموس بترتيب ملائكة فإذا كل ما يتوهمه الناس بسزاجة الإيمان أنه أن الله تكلم إلى أي شخص في العهد الأديم مباشرة كما يتوهمون يقولك ربنا قال له المسيح والإنجيل والعهد الجديد يقطع نهائيا بأن الله لم يره أحد قط ولم يسمع صوته أحد قط فكل هذه الإظهارات كانت من خلال ملائكة سواء القصص لابن راف سفر التكوين وأن الله ظهر لإبراهيم وأن الملاك ظهر لغير إبراهيم وهكذا هذه كلها من خلال ملائكة وحتى أن موس نفسه الشريعة نفسها أعطيت لموس بترتيب ملائكة بنص العهد الجديد في الرسالة إلى عبرانين يا فتر الأنبا عايزين نشوف الفروق اللي ما بين المشهد من فوق جبل التطويبات والمشهد من فوق جبل سينة الفروق الجوهرية ما بين الحالتين من فضلك الفروق ببساطة يا دكتور هي الظاهر والباطن أن من فوق جبل سينة أعطيت للإنسان صورة حسية ظاهرة عن عن عظمة الله وقداسته من خلال بروق ورعود ونار ونور الناس خافت وقالت لموسى لا روح اتكلم انت ما أحسن ما نروحش نحن ناحية الجبل اللي عليه ظهور الله ده هذا ظهور ظاهر عبر به عن مهابة الله وقداسته بالنور ونار و أشياء حسية لشعب بسيط وجاهل و ما عندوش أي خبرة روحية لكي يفهم أكثر من هذا أما على الجبل العهد الجديد التطويبات فهنا الآن تستعلن قداست الله على حقيقتها في داخل كيان الإنسان في تصحيح الإنسان من داخله وتقويمه من داخله إلى صورة القداسة التي يريدها الله أن يكون عليها الإنسان على شبهه في العبارة حضرتك ما جئت لأنقض بل لأكمل هل المسيح له كل المجد استشعر أنه هناك حالة من التربص به من جانب الكتب والفرسيين في أنه بات يهدد العروش والمكاسب التي حققوها على مدار الزمان وأراد بهذا أن يطمئن الجميع بأنه ما جاء لينقض بل يكمل وأنه سيحافظ على كل ما هو موجود وهذا دكتور جانب يمكنك كدارس العهد الجديد بعقلية العصر أن تصل إلى هذا الاستنتاج ولكن الجانب التالي هو أن الحقيقة كده أنه لم يهدم القديم لكن كمل البناء يعني أن تنقض القديم يعني أن القديم قال لا تقتل فأقول لك أنا لا اقتل هذا اسمه نقض القديم والقديم يقول لك لا تزني أما أنا أقول لك ازني بسمه بيهدم القديم وهو لم يفعل هذا هو ما بيرغيش القديم لكن هو طلع بالبناء إلى أعلى ودخل إلى أعماق الفكرة أنه الغضب هو جذر القتل فدخل إلى الجذور الاشتهاء هو جذر الذنى فدخل إلى الجذور علي بالبناء ولم يهدم التأسيس ولم يتناقض معه نعم هل لعبة العبودية اللي عاش فيها الشعب في مصر فترة من الوقت دور كبير فيه انحطاط الشعب وفقدوا الكتير في ظل هذه العبودية ومن هنا كان لابد أن يكون كلام المسيح هو الكلام المسيح ما جايش بعد فترة العبودية ده جاي بعد بعد سنين طويلة من خروجهم من العبودية لكن انت ممكن تقول ده على الشريعة التي أعطيت على هذا المستوى الضحل أو الضعيف نعم ليه لماذا كان سراج منير أي قليل الضوء إلى جوار الكبير لماذا كان المستوى ضعيفا بهذا الشكل لأنه المشكلة مش في اللي باعت الرسالة ليه ما باعتش الكتير المشكلة في اللي بيتلقى الرسالة أنه ده آخره ما يقدرش في هذه المرحلة يستقبل أكتر من كده لأنه طالع من تحت الصفر وليس من الصفر نفسه في النعرض لو انت أعطيت عزت الجبل على الجبل إلى الإنسان بتاع برية سيناء طبعا كان زمانه رجع مصر من ساعتها من زمانه وما كانوش تكمله نعم في سؤال معانا بيقول ما الذي جعل بني اسرائيل غير مدركين لطبيعة الشريعة الروحية حلو هو السؤال بيقول ايه الروحية يعني ايه الروحية كلمة الروحية والروحي في الجديد معناها الذي ينتمي إلى الروح القدس احنا بنقولها في الكنيسة وفي الوعز والناس بيشواخدة بالها من معناها يعني فهمين ان الروحية الرجل بيصلي اسمها الروحية او ما شابها لا الروحية يعني الذي ينتمي إلى الروح القدس ومن ثم فالروح القدس لم يكن قد اعطي بعد الروح القدس اعطي بعد قيامة المسيح فبما ان الروح القدس لم يكن قد تذهب بهم او تأتي اليهم بما هو روحي او ينتمي لروح القدس في لحظة لقاهم بالمسيح اللحظات الاولى للقاهم به في اللحظات الاولى لقاهم به الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد نعم يعني حتى لما كان المسيح في وسطهم لم يكن الروح القدس قد اعطي حتى للتلاميذ هو قال لهم كده هو ماكس معكم يعني المصاحبة الان ولكن بعد القيامة يكون فيكم فهو لم يعطى للبشرية الا بعد القيامة سؤال كمان بيقول لماذا لم يقبل رؤساء اليهود اقواله ولا فهموها على الرغم انه بسط امامهم نفس الحقائق التي كان روح خدمتهم المعنية من الله لانهم كانوا تحت الظلمة والموت ولم يفسحوا المجال لانه النور اللي خارج منه يخترق الظلمة اللي هما موجودين تحتها فالنور كان خارج منه وقوة الحياة كان بتفيد منه وعشان كده في غيرهم من اليهود برضو من الشعب قدر يستقبلها اللي هي الناس الغلابة اللي ما عندهاش كبرياء المعرفة انهم اللي عارفين الصح فقدروا يلقطوها بسهولة ولكن اللي عندهم كبرياء المعرفة اللي على لا شيء هذا الكبرياء كمل على الظلمة اللي جواهم انهم ما يدروش يلقطوا النور اللي خارج منه اليوم هنقف حضرتك بس في الدقايق المتبقية علشان نفهم النص في مت خمسة تمنتاشر وقال يسوع الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من النموس حتى يكون الكل وهو يا دكتور من الاول لم يلغي الناموس ولم ينفي انه اعطي من عند الله بترتيب ملائكة كما ذكرت ومن ثم فبما انه غير ملغي ما فيش حد هلغة ولا حاج وبما انه معطى من عند الله فانما اعطي فيه لابد ان يكون ما الوعود التي اعطيت به هي معطاة على مسئولية الله وعلى امانة الله اذا فهذا وان كان مقدمة لما سيأتي برضو لابد ان يكون ويتحقق اشكرك نيافة الانبا مكسيموس اشكركم اعزائي المشاهدين وكده بنكون احنا وصلنا الى اخر حاجة في حلقتنا النهاردة ونتقدم في نهاية هذه الحلقة بالشكر لنيافة الانبا مكسيموس اشكر حضرتك نيافة الانبا شكرا دكتور شكرا لكم جميعا شكركم اعزائي المشاهدين ونلتقي بكم في الحلقة القادمة في الاسبوع القادم الى لقاء شكرا شكرا شكرا